عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع ممثلي شركة المساع السعودية لبحث فرص تصنيع مكونات المشروعات الكهربائية المختلفة خلال الاجتماع أكد مدبولي نجاح مصر في تصنيع المكونات المطلوبة لمشروعات الكهرباء بنسبة تصل إلى 75% مما يعني أنه لا تزال هناك فرصة كبيرة أمام شركات تصنيع المكونات لتغطية احتياجات السوق المصرية من هذه المنتجات من جانبهم عرض مسؤول الشركة إمكانية إقامة مصنع لشواحن السيارات الكهربائية وهو ما رحب به وزير الكهرباء في إطار توجه الدولة لتوطين صناعة السيارات صديقة البيئة ومن بينها السيارات الكهربائية